وسط المخاوف من اندلاع ما يسمى بحرب العملات بدأ وزراء مالية ومحافظه البلوك المركزية في دول مجموعة العشرين في موسكو اجتماعا لمناقشة سبل إنعاش الاقتصاد العالمي إذ أن انخفاض الين الياباني أكثر من 15% خلال الشهر الثلاثة الماضية أثار قلقا في بعض الأوساط المالية من أن يؤدي ذلك إلى استعار المنافسة بين الدول لخفض عملاتها لجعل سلعها أرخص وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية إلا أن اليابان تؤكد أن السياسة النقدية الجديدة موجهة لأهداف محلية وترمي إلى تحفيز النمو من خلال تشجيع الانفاق والاستثمار عدة دول تبنت سياسات مالية ونقدية معينة لإعادة الاستقرار إلى اقتصاداتها ونحن أيضا نسعى إلى تحقيق النمو وتجاوز مرحلة انخفاض الأسعار وأعتقد أن سعي أي دولة إلى تحقيق الاستقرار سيعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي ككل وفي محاولة لاحتواء إزميزم الديون ودعم النشاط الاقتصادي لجأت عدد من الدول الصناعية لاتباع سياسات نقدية متسامحة مع زيادة التضخم وتراجع سعر العملة فالاحتياط الفيدرالي دخل مليارات من الدولارات في شرعين الاقتصاد الأمريكي وكذلك فعل البنكو المركزي الأوروبي ولا تختلف الصورة هنا في بريطانيا كثيرا حيث اعتمد بنكو أنجلترا سياسة التيسير النقدي لعدة سنوات في محاولة لإنعاش الاقتصاد أو على الأقل تجربه السقوطة في مخالب الكساد وفي الوقت الذي خلفت فيه مثل هذه السياسات الارتياحة وسط المصدرين في عدد من الدول فإنها أثارت السياع في دول منافسة وتسعى المجموعة التي تمثل اقتصاداتها أكثر من 90% من الاقتصاد العالمي إلى التوصل إلى صيغ مشتركة تساهم في إخراج الاقتصاد من دوامة الانحصار على دول مجموعة العشرين أن تتبنى صيغة مشتركة تسمح لها بالنمو والاستقرار وتجنبها الصراعات الهامشية ويواجه المجتمعون سيلاً من الأخبار السيئة بعد أن أظهرت بيانات في الأيام الأخيرة تراجع النمو في الربع الأخير من العام الماضي في كل من منطقة اليوروب واليابان وبريطانيا وتباطؤه في اقتصادات الناشئة كامل اسوعد بي بي سي